لا يزال وباء كورونا يحصد أرواح اليمنيين بلا رحمة حيث ارتفع معدل الوفيات بشكل مثير للقلق وفق الأمم المتحدة التي أكدت على لسان مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن الأتشا اقتراب نسبة الوفيات من 25% من حالات الإصابة المؤكدة برقم وصل إلى 112 حالة وفاة وبحسب بيان مكتب لتشا فإن أكثر من 75% من حالات الإصابة المؤكدة هم من الرجال وضمن الفئة العمرية التي تتراوح بين 45 عاماً وتسعة وخمسين عاماً وأفادت لتشا بأن التقارير التي تصل مكتبها في اليمن تشير إلى أن مئات الأشخاص يموتون أيضاً بأعراض تشبه وباء كورونا تبدو الخطورة في قصة حالات الإصابة والوفيات في اليمن وفق الأمم المتحدة في أن الأفراد الذين يعانون من الأعراض المحتملة بالإصابة لا يتمكنون من الحصول على رعاية صحية ويذهبون للعلاج عند الشعور بخطورة حالتهم ومع ذلك فإن الخوف من وصمة العار والمخاوف بشان السلامة بالإضافة إلى عدم القدرة على الوصول إلى التحاليل تشكل بمجملها عوامل مساهمة في انتشار حالات الإصابة أو الوفيات بالفيروس الوباء العالمي الذي تسلل لليمن في العاشر من أبريل الماضي وصلت حالات الإصابة المؤكدة به إلى 469 توفي منها 112 حالة حتى الثامن من ينو الجاري وفق إحصائية اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في المناطق التابعة للحكومة الشرعية بينما لا يزال عدد حالات الإصابة والوفاة في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي مجهولة بسبب التعتيم الذي تفرضه الميليشيا على الأعداد الحقيقية ترجمة نانسي قنقر